تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من توب 5 اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد كل يوم ثلاثاء عبر قناة سيرفيسبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى عشان هيك بقولكم تشتركوا فيها اليوم ننتكلم بموضوع في شوية معاناة في شوية تحدي في شوية صعوبات في كرة القدم نسمع كثير مدربين بيقولوا إحنا مناخذ الموسم مباراة مباراة منركز مباراة مباراة بس بعض الأحيان الأمور بتخرج عن السيطرة وبصير المهم مش المستقبل مش الحاضر والمباراة اللي بدأت تلعبها بل الماضي بعض الأحيان بيتراكم الماضي ضدك لمستوى إنه يخليك تعاني لمستوى إنه يخليك مش قادر يتواجهه رغم إنه أصبح ماضي وكلما هذه العقدة التاريخية عم تتغذى بخسائر جديدة وفشل جديد عم بينمو طائر الشؤم تبحها لمستوى بصير صعب جداً يتواجهه اليوم حنتكلم عن خمس عقد تاريخية في كرة القدم خمس عقد صعب للغاية في كرة القدم عم بتعيشها فرق أو أفراد مختلفين نبدأ بعقدة لخصن ضد خاصم عربي للسينيغال ضد الجزائر الجميع بيذكر إنه في أمم أفريقيا 2019 الجزائر لعبت مع السينيغال مرتين في دور المجمعات هزمتهم واحد سفر وفي النهاية هزمتهم واحد سفر السينيغال عندها عقدة تاريخية للغاية مع المنتخب الجزائري بكل شيء يتعلق بأم أفريقيا تصفياتها أو البطولة لما تلعب معهم يا بالتصفيات يا بالبطولة تحت أمم أفريقيا ما بتفوز بلش الموضوع بتصفيات أمم أفريقيا 84 تعادلت الجزائر وفازت في الإياب الموضوع استمر وما توقف في التسعين فازت الجزائر جوه البطولة وفي تصفيات 94 فازت الجزائر ذهاب وإياب وبالإياب صحقتهم بأربعة مقابل لشيء وفي أمم أفريقيا 2015 فازت الجزائر 2-0 وفي 2017 تعادلت معهم وفي 2019 حكينا شو صار حتى مش بس بأم أفريقيا لكن هي أمم أفريقيا العقدة اللي بيتكلم عنها لكن بالمجمل السينيغال لكل ما لعبت مع الجزائر مهما كانت قوة السينيغال بتفقد قوتها بتفقد سعرها وبتستسلم احنا بنتكلم عن 23 مباراة تاريخية فازت الجزائر فيها بـ 14 وتعادلت بـ 5 وفازت السينيغال بس بـ 4 وننتقل الآن لرقم 4 ألمانيا وإيطاليا منتخبين ودولتين قدموا كثير لكورت القدم العالمية والأوروبية دائما عندهم أندية في الواجهة دائما عم بصنعوا لاعبين وأساطيروا بقدموهم للاعبة كورت القدم هذا الأولوية وهذه الأفضلية اللي خلتهم من الأكثر تتويجا في كأس العالم بعد البرازيل خلتهم يتواجهوا أيضا مع بعض كثير في مباراة رسمية لكن الغريب أن ألمانيا ما بتقدر تغلب إيطاليا في ولا مباراة رسمية تسع مباريات فازت إيطاليا أربع اتعادلت خمسة لمستوى أنه بيورو 2016 كانت ألمانيا فعليا كجودة وجاهزية أفضل لكن إيطاليا بروح القتالية وبمقاومتها مع أنطونيو كونتي أجبرت ألمانيا تلعب ركلات ترجيح وعلى الأقل وقتها ألمانيا تأهلت لكن بركلات الترجيح اللي ما بتعتبر فوز تقول ألمانيا حتطلح إيطاليا في نصف النهائي اليورو 2012 لكن ماريو بلوتيل يتحول لرونالدو وأخرج مانيون نوير عقدة إيطاليا لألمانيا خلت خبير علم النفس الرياضي الألماني بيرنر ميكرر يحكي المشكلة اللي عم بتصير الآن أنه ألمانيا مهما كانت جودتها مش عم تقدر تغلب إيطاليا مهما كان ضعفها لأنه ببساطة اللاعب الألماني تم تغذيته تاريخيا أنه هذه المباراة أصعب من كل مباراة في حين تم تغذية العقلية اللاعب الإيطالي أنه هذه المباراة أنت حتقدر تكسبها شو ما كانت ظروفك وشو ما كان وضعك فكأنه الألمان عم بيصعبوا الأمور على نفسهم والطليان عم بيلعبوا بدون ضغوط لأنه التاريخ بيقول دايما إيطاليا مش هتغسر مع ألمانيا ننتقل لرقم ثلاث لما تكون حسب كثير ناس وربما الأغلبية أفضل لاعب في تاريخ كنت قدم ولما تكون بالنسبة للأرجنتينيين رمز الكرة المطلق في آخر 20-30 سنة أكيد أنت بتكون لاعب محقق إنجزات كثير فردية وجماعية بس المشكلة لما يجيوا يسألوك وشو عملت لمنتخبك شو عملت لمنتخب بلادك هنا بيجي الجواب ما عنديش شي هذه حالة ليونيل ميسي حالة ليونيل ميسي وعقدة الموطولات الدولية بالنسبة له حالة ليونيل ميسي اللي خلت الأرجنتينيين يقولوا ماردونا أفضل لاعب رقم 10 في التاريخ برى الأرجنتين يعني هو أفضل لاعب في التاريخ بالنسبة لهم وأحسن من ماردونا إلا لما تقول عنه أرجنتيني بصير بالنسبة لهم ماردونا أحسن على طول ميسي على الأغلب ضيله فرصة فرستين عشان يكسر هذه العقدة اللي بنتكلم عنها اللي بدأت في كوبا أمريكا 2007 في المباراة النهائية مع البرازيل وقسارة ساحقة 3-0 وتكررت أيضا في 2011 كانت البطولة في أرضه لكن خرج في كوبا أمريكا أمام الأرجوي وبنعرف أيضا من نديال 2014 هيجواين وبلاسي وفرستين للأهداف وبعدين تشيلي قررت تتحول لأحسن منتخب في أمريكا الجنوبية وتهزموا مرتين في نهائيات واحد منهم هو يضيع ركلة الترجيح ومن سوء حظه أن ماريو جوتزي قرر يصير هداف ما يضيع فرص رغم شهرته بنضيع الفرص بتلك الفترة أمامه في نهاية 2014 المشكلة تاعت عقدة ميسي أن البطولات كانت قريبة من التم يعني كانت جاهزة بس لحظة هون ولحظة هون خلته ما يتتوج حتى الآن ضيل له فرص ممكن يعوضها ونشوف وننتقل للعقدة رقم اثنين عقدة تتعلق بأي شخص غير أوروبي لو قرر يصير مدرب كرة قدم ويدرب في دور أبطال أوروبا من عام 1965 ما يقدر أي مدرب مش أوروبي يفوز باللقب يعني منتكلم عن 57 سنة حتى تصوير هذا الفيديو بما أننا عارفين أن البطل هذه المرة إما توخيل أو جوارديونا فهذه عقدة رهيبة جدا حاول مدربين جاء تاتا مارتينو لبرشلونة ما زبطت معه سنيوني مرتين وصل النهائي وما زبطت معه بيلي جريني مرتين نصف النهائي وما زبطت معه اسكولاري ما كمل كلهم ما قدروا يعملوا اللي عملوا هيريرا في عام 1964 و65 مع الانتر هيريرا اللي حتى في نقاش اللي هو مش أرجنتيني لأنه صح انولد بالأرجنتين لكن أبوه أمه إسبانيين ومن عمره عشر سنين هو معاه جنسية فرنسية وهو درب وعاش على أنه فرنسي مش أرجنتيني بس الناس بتقول لك خلينا نعتبره أرجنتيني لكنها عقدة تاريخية من يومها 1965 ما في مدرب جاء بجنسية غر أوروبية وقدر يحمل لقب دوري أبطال أوروبا أما رقم واحد فهي مش بس رقم واحد في عقدة كرة القدم بل هي ربما رقم واحد في العقد النفسية الرياضية والتاريخية شو تسموها بنتكلم عن لعنة جوتمان اللعنة اللي أنا طبعا عملت عنها قصة الجمعة وفي تفاصيلها كاملة بتمنى تروح تشوفوها لكن اللعنة اللي نكتب فيها كتب بعلم النفس الرياضي اللعنة اللي مرة لديت سطر بشرح عنها عالم نفس بقول ومن التشاؤم ما قد يقتل الإنسان وهو يشايف الموضوع لهالدرجة شو هي لعنة جوتمان ببساطة جوتمان هو مدرب مجري كان يدرب بنفكة جاب لهم دور الأبطال 61 و 62 فشاف أنه بيستهل عقد جديد طلب من الإدارة قالوا له لا ما فيه قالهم أنا مستقيل قالوا له الله معك وهو طالع حك للصحفيين هذه العقلية مش هتقدر تجيب لقب أوروبي لم ييت سنة وطلع وما كان بيعرف أنه عم يرمي لعنة تاريخية في كرة القدم بنفكة من يوم 62 لليوم لعب ثمان نهائيات أوروبية ما فز ولا واحد منهم خسرهم ركلة ترجيح ومنهم خسرهم بظروف غريبة بالدقيقة الأخيرة فيه شي غلط يوما ما حضرت مع جمهور بنفكة مباراة كان يحكوا خلص المباراة النهائية تاعة شبيليا مستحيل نفوز لأنه فيه عائق نفسي فيه عائق تاريخي أمام المرمى حي يمنعنا نفوز هذه العقدة اترسخت في عقلية بنفكة لمستوى أنهم بنولوا تمثال جو الملعب بل كيحل عنهم ودولوا أسطورة من الأساطير اللي كانت تلعب معه بالستينات أوزيبيو على قبره قبل إحنا النهائيات وحطوا له ورد وقال له بشان الله حل عنهم حتى رجعوه على النادي يدربهم وما الضبطة اللي يعني حكم فيها على بنفكة عقدي تاريخي لليوم المدرب اللي حيفكها مستحيل جمهور بنفكة ينساء للأبد لأنهم حاولوا كثير ووجدهم الفرصة كثير بس دائما جوتمان يبتسم بوجيهم ويقول لهم مئة سنة لقدام مش هتجيبوا لقب أوروبي منوصل هون لنهاية توب فايف للعقد التاريخي في كرة القدم بدل عندكم الآن دوركم تتركوا لايك وبالتعليقات تحكولي شو أهم العقد اللي ابتجاه بالكم والسلام عليكم ورحمة الله